تفقد الفريق محمد فريد رئيس واركان حرب القوات المسلحة عددا من نشطة تدريبية التي نفذت عناصر من القوات الخاصة في إطار المتابعة الدقيقة لمستوى الكفاءة البدنية والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة المصرية أشهد الفريق محمد فريد بالمستوى المتميز لرجال الوحدات الخاصة وأوصاهم ببدل المزيد من الجهد والتدريب لتظل قوات المسلحة تدرعا حاميا لهذا الوطن وأشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أساليب التدريب وزيادة معادلات الكفاءة القتالية والفنية في مصاري الموازن مع توفير جميع الإمكانيات للاهتمام بالفرض المقاتل معنويا وإداريا وأكيدا أن ما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد وتدريب شاق هو مهمة مقدسة لينعم كل مواطن على الأرض مصر بالأمن والأمان والاستقرار